الوحدة مفتاح رهيب الروح الكدس ما يقدرش يتحرك وسط جماعة منقسمة واو يقف وده اللي بخليك تروح أماكن يا رب كل الناس تسمعي الرسالة يعم تروح كنايس وأماكن تشعر أن المكان فيه حاجة غلط أنت في كنيسة سجو مقفول مش عايف تسلي مش عارف تعبد مش عايف توعز فيه إيه؟ فيه إنكسام فيه عدم غفران مفيش وحدة فالأجواء تقيلة مفيش عمل لروح كرز فإحنا نحسين أن إحنا بنعمل حاجة على حد تعبير حد مرة قال لي قال لي بروح أتعب فمش هروح لأ وبتتكلم بكلام بطج وبرجع عليه كأنه يعني فعلا ونفس الرسالة بتكون في منطقة تانية تنيسة روحية بتحس روح الله عم بسود على المكان ده حقيقة الوحدة عموت غالي عشان كده الكنيسة الأولى تعبير المشهور عنها وكان الجميع معا بنفس نفس الوحدة أكتر الطريقة يستخدمها العدو لإيقاف الكنيسة عن انطلاقها في تأثيرها هو أن يخبط وحدة الجامعة ودي أسهل حاجة وإحنا مش وعيين لكستة دي أنا بشوف حتى غلطت في حقي فأنا ناسي خالص فكرة الوحدة أنا بشوف الموضوع من زاوية أنا متدايق أنا أتغلط في حقي فين كرمتي فين اسمي فين مكانتي فين مش عارف إيه وبنسى فكرة أنه ده بيعمل انقسام وبيمزع الجسد وبيوقف عمل الرب وبيإزيني أنا كمان أيها أنا كفرد بقى وقزة عشان كده فيه آيات أنا نفسي مبص عليها تفضل لأنها هم قوي في متى 12.25 قانون أنا بعتبر ده قانون لازم الكنيسة تعلنه بكل هدوح ليه؟ لأن ده اللي قاله رب يسوع ده مش من عند حد من طيفة ولا كنيسة ولا قائد لكن ده الرب يسوع هو كان بيرد على اتهام موجه ناحيته أنه هو ببعليزابول يخرج الشياطين هو رد بس حطلنا مبدأ الحقيقة قوي جدا عد 25 يلفع لما يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخربوا وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت مملكة مدينة بيت يعني كانوا بيقول لي مملكة ضخمة منقسمة هيخرب مدينة منقسمة تخرب طبيت منقسم يخرب وكانوا بيحط لي مبدأ هنا ثبات واستمرارية ونجاح أي بيت مدينة مملكة كنيسة مرتبط بالحفاظ على الوحدة وده دور كبير جدا ولابد أن يعلم يبقى كل واحد في الكنيسة يعرف أنه مسؤول عن حماية وحد الكنيسة ده مش دور أسيس بس ولا قائد ده شعب الرب كله إحنا مدعوين أن إحنا نكون متحدين معنا وعدم وحدتنا بيدمرنا لأنه بيعطي لإبليس مكان فبيخرب ويؤذي في جسد الرب وعمل الرب وبيقب وروح كله ما قدرش تحرك واستأجواء زي كده